اشتركوا في القناة بيوت طبية ورئيس نادي الروبوتيك وصانع طائرة بدون طيار في مجال الزراعة أهلا بك ضيفي الكريم مرحبا بك وسهلا ومعيب التقديم كالعدة صفية سماني أهلا بكم مشاهدة الكرام ومشاهدة قناة الوطنية في هذه الحلقة المباشرة ونظرنا رشكم اليوم الصفح الوطنية كما تعرفون سميرا قاتلكم موضوع الحلقة مرحبا بك ضيفي الكريم مرحبا نوارتنا يا مرحبا بك وسهلا مرحبا بك وسهلتي طيب الكريم قد تكلمنا شو عن هذا التخصص اللي انت ما شاء الله متخصص فيه بسم الله اسمي معروف بالاسقام طالب مهندسة بيوت طبية الهندسة بيوت طبية هي عبارة عن هندسة لعدل دمج بين الاختصاصات شتى المجالات تقريبا نقوله في الميكانيك في الفيزيك في الإلكترونيك وفي المجال الطبي نتكلم مجالين مجال الطبي مهندسة في هذا المجال نتكلم عدة مواد منهم مواد في البيوهماكيك مواد في البييوالكترونيك أو مواد في البيوفيزيك نتكلمين مواد الطبية نتكلم عن الاناتومي جنرال وعبارة عن بيوفيزيك أو بيولوجي سيددار أو بيوشيمي من هناك مزيج بين هذه التخصصات كاملة مجرورين في المجال الطبي لن نذكر نقول عن الهندسة الطبية المهندس البيوطبي هو عبارة عن الوسيط والحلقة اللي بين الطبيب والمريض والفاسيان والآلة اللي يعادل عليها الفحس طيبا نقوله عن إنسان ويعادل اسكانار اسكانار هو الجهاز المهندس البيوطبي هو الوسيط اللي بين جهاز والمريض لأن ولا دالوا من يضمن أمانة لهذا المريض بما فيه الشعة مدره بالصحاب الشعة وياسر من المسائل اللي يضرر بالإنسان لابدال عود ذاك المهندس عنده عنه فكرة بعن الطريقة اللي دائم انتفادها باش ميصاب بها المريض ذانية المالي هو اللي يعطي الرزي نتجة للطبيب عن الفحس اللي يعادل معناه هو عاد حلقة بين المريض والطبيب هو اللي حلقة لواصل بيناتهم زي نجتمع زي نخترته للهندسة قبال بيوت طبية أنا أولا نقص تونس تخصص إلكترو ميكانيكا بالميكانيكا والإلكتريك بعدين شفت تخصص جديد وقليل في تونس في مدرس الله حدير القرية وأعجبني وتخصص جديد دائما نقول عن شباب الزمن إنسان تنخلص تخصص لكل مفصول فيه تخصص لكل الناس اللي قابل عليه إقلال بكل يناركني يجي نقولك أنا مهندس عن إيفورماتيك ما هو تنقيص منه في موريثان من قصة فرنسا يجبار يد الفرس العمل ناس كاملة دوره هنا في موريثان يجب تخصص يعود جديد وتعودت من نفسك جالي يتعاون بي بلدك ما أنا تجي تخصص قدامك هنا مئة أو مئتين أو ألف رجاج قاعدة عاطلة عن العمل يجي وتزيدهم الوزنة بالبطالة هنا في البلد من ذكاء التلميذ أنه خرصتك تخصص اللي قليء ومفصول فيه وذلك على الساس اخترت الهندسة بيوطبية وهي هندسة جديدة غريل أغرق لأفوروبا وشوية في كاندا وامريكا وفرقة قليلة عادت هنا خارقين شابي عادوا ليسانس بالهندسة الطبية بيوطبية والماستر لكن حد معدل كلاس كلاس بريقا اليوم والسانوار التحضيرية إغرافية ومعات الفيزيك وإنفورماتيك ساندون جنير عادوا بهم يتكون ثلاث سنين في المجال الهندسي شكرا جزيلا لك طيب الكريم نطلب مخرجة نطلع عليه الفيديو لو نتابعه ومشانا ومشانا لكم طالب مهندس تخصص هندسة طبية بحكم هوايتي تعلمت صناعة طائرة بدون طيار وشاركت بها في عدة مسابقات في مناطق متعددة من الجمهورية التونسية وفي هذه المسابقات حصرت على عدة جوائز وشهادات تقدير وأيضا شاركت في مجال الروبوتيك وقمت بعروض أمام شخصيات وطنية تونسية من مدراء ووزراء سابقين حاولات اللي قاموا بيهم بالسيتيديون بتاع المؤسسة هيدة بالقيقة تجارب فيهم بكو دونيفاسيون بكو دونيفاسيون فيهم برشة إذاقة اللي يمكن تتحول أما في مجال ريادة الأعمال شاركت بعدة مشاريع ومنهم مشروع أغريتين وهو عبارة عن استخدام طائرة بدون طيار في المجال الزراعي وحصلت على المركز الثالث وشاركت في مسابقة تونسيين سمارت سيتي هاكاثون عبارة عن تطبيق وساعد على رقم البيانات الطبية والآن عندي مشروع صناعة يد إصطناعية عن طريق المطبع الثلاثية الأبعاد وهي تقنية جديدة للصناعات الحديثة وفي الأخير هذه الموعدات الطبية هي تخصصي الذي سأساعد به بلدي لتشخيص الأمراض بطريقة حديثة والتتبع للنظوم العالمية أهلا بكم مشاهدي الكرام ضيف الكريم هذا فتبارك الله أكثر مرانقك تعقب لي شوالي هذا الفيديو اللي كنت أعرضني شكرا هذا الفيديو كانت فرصة كانت تفهم مبادرة اللي هي عبارة عن رابطة طلاب المتدربين الموريتانيين في سوسا كانوا معدني حبل نهاية نهاية سنة الجراسية طلبوا منيك كانت تفهم مع مقدمي جوائز وأنا سابق ذا كنت معدل مسابقة بشارك بالأبليكاسيون هذه عبارة عن أبليكاسيون في دوميني مجيكال شاركت بيها وجبار جائزة جاية كانت فيها 320 رقاج من تونس كاملة واختاروا من هذي 15 برسون اللي هم عبارة عن 15 بروجي اللي مقابلوا الفينال وجايت منهم الحمد لله وفي ذاك وفي ذاك في النهاية يعطونا جوائز منهم منهم منذ منذ فرماسيون عبارة عن قولوا عليها تكوين تقريبا في مجال بسوفت سكيلز في التكنيك كومينيكاسيون ومسايد كيف تالو وعرضت على الرابط أنا أتعطيها هدية لحد من المشاركين في الحفر وفي ذاك عدت الفرصة قالوا لهم نجيب نعدلهم الفيديو عن ركاط عدرت كامل في العيمة اللي هذنين في تونس قرأيتي وجبت لهم الفيديو وشافوا عايت إن شاء الله هو اللي على كيسبوك زين أكثر من راعت مركضان نشكر موقع تواتر لناقلنا لك نقل مباشر شكرا جزيلا عن التواتر الضفر كريم لنرجع شوي الموضوع لتحدثنا على المسابقات كم مسابقة شاركت فيها المسابقات اللي نقصموا على مجالين الله أدريها أدريها مجالات المجال الأول هو اللي هو الطيران شاركت مسابقة ذرت مسابقات المسابقة الأول المدرسة الوطنية المهندسين في مدينة المونستير في تونس كانت هي أول مسابقة شارك فيها وهي أول مرة نحتكان بلدرون اتعلم طريقة اللي نحبب لها عودة بلدرون بتعلم تأفيك المسابقة ومشاء الله قد أقدمنا فيها لباسبي واجهنا للمراكز ميلوي الحمد لله والمسابقة الثانية كانت عبارة عن أيام وطنية تعدل في تونس للطيران وشاركت فيها ومشاء الله كان حضور ريته 300 رقاجب في نفس الانفي في البلاصة ومشاء الله كان حضور عندي منه فوتو ومشاء الله ومسابقة الثالثة في نفس المدرسة رجعت لها مرة خالية المدرسة الوطنية المهندسين في المنستير شاركت فيها وانما رجبت المركز الثالث الحمد لله هنو الفريق اللي معاي قبل المركز الثالث من الميداعي عندنا وفي مجال الروبوتيك شاركنا في ثلث مسابقات واحدة في المنستير عبارة عن روبو سيفي أفضلين هو عبارة عن روبو التي تقبلها وتعطيه خط لكن الخط الذي تمتبعه تناشي على تغريبا الخط تمتبعه وفهم حواجز يدالوا قدر من المسايد دائما يساعد المهندس لأنه دائما يجبار مشكلة يجبار لها حل ما يقعد عندها لا يجبار مشكلة لا يجبار لها حل وفهم روبو آخر نقوم بفتر البسطاكل يبقى عن روبو في عن دتكتير يقوم بحاجز يقوم بحاجز المسافة محددة من 3 سنتيمتر أو 5 سنتيمتر ويجبار الاتجاه يصل على حل ويمشي معه وفي مجال ريادة الأعمال ومشاركت في الأول بروجه نشارك به هو أغروتين عبارة عن درون في المجال الزراع شاركت فيه جوارت فيه المركز السائل الحمد لله وشاركت في المسابقة في تنقو الكومار اللي عبارة عن اللي عبارة عن تستخدم في الحالات الطريقة تنعت لك شنو أغرب مستوصف لك شنو أغرب بطاط بليك شنو أغرب سلسل السكور اللي هي الحماية المدنية مدنية باشتغل جيك في الوقت شنو أغرب بوسط بوليس اللي عالك عندك مشكلة جيك اللي بوليس يعرو بلاستك ويحد ولاستك لاصلية يجوك عندك زينة ضيفي الكريم عندك فيديو لعين أحرق شواء المشاهدين عندك فيديو دربت واحد حاجة اللي ضابط من العسكر ودربت الحمد لله تحدثنا عن لك شواء والله أنا أول شبتت لدي الشركة الشركة عبارة عن ستارتاب في دومين إلكترونيك يصنعوا لدرون يعدلوا لروبو أول شركة نحتك بها وتعلمت منها يسر من المسائل عبارة سنقال ميكرلاب شركة تونسية اسمها ميكرلاب كاملة تعتبر هي الأولى إفراقيا في الروبو والسيكوريتي نعم الروبو يجلون السيكوريتي في الانتربريز ومن شاء الله الكبار المهم عن شركة نقال ميكرلاب جيتهم نشتغل معهم ما يشاهدوني مهتم بالمسائلة وزين عندي وموتيفي ونبقي نشتغل في الدومين عادوا دائما نعاقدوني عندهم يعدل مشينا معهم يعدل يعلموني طريقة نتكلم قدام الناس طريقة نشرح بها والأشياء التي قدام الان الإلكتروني طريقة نشرح بها وفي ذلك جاء الطالب معدل مع معهد تابع للجيش الوطني التونسي تابع الجيش الوطني التونسي فيها طلاب الضباط مهندسي يخرجوا يقرر بها في السنوات يخرجوا منه ويبطلاب في مواحد يعاد رسوم بف عبارة عن مشروع نهاية نهاية جراسية وآخر مشروع يعرضوا وفي الصدفة تقابرت معه وعيط المدير الشركة قال يبقي عدل عن درون وتبقى عندك تساعد بها تعاون وطريقة عدل بصم درون شفتي والدرون عبارة عن مزج بلاصة وفيها ميكانيك بيري هو عدل ميكانيك إلكترو ميكانيك عدل عدل كونسبسي عبارة عن الهيك التي توقف عليه درون يوأساسي كل شيء لكن عدلو عن طريق لوجيستينا ونقول صليد ورقس وبدأ نشتغل على الشاسي عندنا حصل لأنه مركب وركب ونحن وبروغرام ونصنع ونصنع شيء محلي صنعنا الشاسي عدل بلا البنيون صنعنا وبدأت صنعنا على طريقة لعدل بلا ونعلم الطريقة التي حرك بلا درون ونعلم طريقة لعدل بلا درون وعلم وعلم خلط برطانيا وعلم مع البروجي كام لنوفق الحمدلله وتخرج العام الأول وارغم ملازم أول وصاحب يقع حتى ومشارح بلي حتى اللي اشتغلت معه تبارك الله أنت فخر موريتاني الحمدلله والشباب الحمدلله سننيرا نطلب مخرج أن نطلع الفيديو الموالي هذا لي تعليم الله مرحب 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 اللي دائما صلحوا في الأطباب أنا عدد دستاج في أطباب في تونس جامعية مستشفيه جامعيين في مولي جزي عبارة عن سكانير عبارة عن دي دي قاما كاميرا عبارة عن دي بيت سكان وعلي الهوليكوغراف وهنا ندخل في المجال المجال للكليب وهنا نعدل المسابقات لشاركنا يوم وهذا عروض نعدلهم هذه عبارة ممثلة عن وزارة التعليم العالم التونسي كان جايث هنا عدل في العرض عن درون وعن الروبوت طريقة التي انشطلون بها وعن طريقة الاتقال بها الكلب خرجات نعدلهم مع الشركة نعلم فيها الطلاب طريقة التي صلح بها طريقة التي صنعون بها طريقة التي عدل بها الروبوت هذه شركة نقول عن إنوفا روبوتيك هي من أكبر شرايك تونسية لنجاع روبوتيك وتعتبر اسمائلها من أكبر أموال للشرايك ناشئ في تونس وهذه أيام التي كنا نحضر فيها مسابقة مسابقة الأيام العوطنية للطيران وهنا معيها كونغولين على المطارقة التي يتدرب بها وهنا مسابقة الأول هذه هي أول مسابقة نشارك فيها هذه أستاذة كانت معيها وهي حكومة المداع كانت أول الله يجازي بخير وهذا أول فيديو هذه أول مرة نحرك في أدراء وإنسان يعلموني طريقة لنعدل بها العودان فيلوت الفيديو أشهد 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 هنا نقبل وقفو عليهم الطريقة التي نبشي بها قوش الطريقة التي نقدم بها لقدام الدستانس لا تخطاها ما فيها قريبا قريبا من التراب تعود تحركها أصعب دائما في مجاذبية التراب لا يجعل الدرون يستاذب وإنسان يتعلم في الصعوبات لا يتعطوها لرواية بسيطة يتعلم بها لا يتعود صعيبة لتعلم ويتمكن من المهنة يتبارد لعد هنا هذه أول مسابقة أشارك فيها في تونس في المداصر البلطاني في المهندسين في المناصر صاحبي دائما معي بالتدريغات كونغولي ومعي شاء الله هم واحدين من الكاميرون معنا واحدين هذه أول دوان أصناعها ستابق شوفي نخلي هذي جوائز اللي قد حسرت عليهم مع الشرائق هذه هذه جائزة المسابقة مسابقة لينيق ليكو سيلم آية أنا دكتورانت في الميكانيك هذي الآن نعطي لك تعب أنا ما خالق نجهود ما وراء تعب تعب ونصهر ونشوف ما خالق كعنا شاح ما وراء تعب نقول بلقرب بين تونس تونس سوستعين قبلوه يعطي بينا ساعتين ذري هذا مراجو أريتا ربانا يجيب يخطي المصادقة لا سادقة بشوي بستي شوف ما سادقة دونك واحد من كاميرون واحد من أنغولا وعلى واحدة واخر من كونغو كينشاسا ما شاء الله وتبارك هذا هو درون المعدل مع صاحب الميليتر هذا درون المعدل مع الميليون هذا وصحابك هذا الأيام الوطاني الطيران هاو الشهادات اللي نجبره المشاركة السرتيفكة هاو كيف حالك وضبهم كيف حالك هذا هو درون المعدل مع صاحب الأكاديمي ميليتر مهام ومعدل صنوع من ألمنيون مهام وكذلك كان نطعي في ذاك الهيكا كان مصنوع ذاك في تونس نصنع محلية وقضوينه ماشيما سين سي اللي قضعته هاو اللي معدلته وهي كارت الإلكتروني اللي تضوي الكارت الإلكتروني اللي نقره انتغرين فيه نحن معدلنا مهام عن طريقة هي نعادل لك الكالي براجل درون وعن طريقة هي نتحكم بدرون ونعادل لك مهام ونعادل لك والمانت اللي يستخدم به هالي المستقبل حاضر فيه أكثر من ريتمية ترقاج في العاصمة التونسية كانت من أصعب المستقبل حقيقة وإن شاء الله جمعنا فيها ترازين فري الحمد لله ودرون الوحيد هذه المصنوعة محلية درونات كانت مشاركين 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 جديد هذا في دومان الروبوتيك هذا الأول شاهدنا هو روبو سويفر دليل سويفر افتر دوبستاكل وهذا سويفر دليل وهنا مستقبل معدل عن كلب يعني نقال وعندنا كلاب عالمي عنده فرع في تونس وعنده ياسم فروع في الدول العربية ودول الأوروبية هذا 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 روبوت دوني هو عبارة عبارة دوبستاكل ويشترك تلت فيه يشوف قدام دوبستاكل ويجيتي ويجيتي يحرق قدام هذا يعطي يعطي خطة ويمشي معه ويمشي معه ويموصل بإيضاء ما شاء الله كالبارك لاكو ماشي لاكو مع الخط مع الخط يجيل العقبيات قدامه ويعطوه هنا نقل هناك نظمة عودة كانوا يجيل ويجيل ويجيل رجع رجع هذه رواية زينة تعلموا بها تركيا تركيا ويجي نرى تركيا سقيرين في تونس ويجي صنعوا دروبون عودانا موريتاني نعلم تركيا سقيرين لماذا نعلم تركيا سقيرين قدامي كلهم ما شاء الله اللي قد وقف لك سوف يفضلين يعادل البروغرماسيون يعود لك لاحد انه يقرار ابتدائي ويعود واحد يعادل الليسي هم الليسي دائما باك نحن باك نحن باك نحن باك خارجان فروجي لا بدك تعدلي في باك 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 عنده نسبة من نجاح في باك ماهنك لا تعدلين مسابقة نجحتي لا هم عندهم دي بروجي ديروهم يتعدلهم نحن نرى نسان ماهنهه اللي تساعد باك ماهنه 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 البروجي اللي يفتح الفلد ويساعدوا فيها يجب لا يعود شخص منتج بعد قبل رأسك لا يعود عالي الليحاني يتخرج يجي قاد وقال دور شركة تشقن لا تجي عندك فكرة تفتح شركة رأسك وقال دورتك فاصلي فيك لا تجي أفاصل فيها صحيح الضفر الكريم سميرة الضفر الكريم مدركة هذه هواية موهبة عندك انت ان شاء الله فتبارك الله هم موهبة هم موهبة يجعل بسحبت المكسر وركب وهم ترش ما كانك متفقت ذاك غيرب السكرة والحاجة ان يضعون بوانك غيرب السكرة كنا نشتغل بسعار كانت جاي 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 تونس كنت نقران سبيستيريت الأول إلكترو ميكانيك عقب شفت بيوميجيكال وقصتها من قصتها في التساني الجرسية عندك فم مشروع تعرضي عندنا نتيجة تداري عليه حكم انه ماتشير عندنا قراء ذلك مشروع خممتينين عدل روايخ في المجال الصحي قلت تخرص قلت فم مشكلة في الاكتظار الازدحان في المرور دايما فم مستيركلاس دايما فم مستيركلاس فم يسانين عدل حادث بجيهة تداري في حالتي لا يما جيهة تأخرة ويما قاع ما تعلم به ما تعلم به مرساة ثنتين الكير ياسرة قلت عليك من نعطر طائرة عبارة عن امبلاس طائرة بدون طائر عبارة عن امبلاس تعود عندها بلاصة طالب نقوله كل المستشفى تعود فيها بوست تعود طائرة فهم عندها تكنيسياء اللي مشارفين عليها جيهم أي حد عدل حادث به لأركبتها في آخر الزمان عدل واحد الماشين يجي تاكبته جي كريس كاردياك هو واحد طالع له السكر واحد يعدل رقاء حادث ما يجبع حادث سيرفيدا سكوري عام وأول شي تعرفوا لي وقف عليه بوليس وليقد وقفوا لي وقفوا لي بوليس زين قدت حين عدل هذه الطائرة تعود زين البلاصة الفولانية من الطب تعود عندها علاقة مع أصحاب الأمن عندها علاقة مع السيرفيدا سكوري والحماية المدنية يعود لجأ حد منهم للمريض وشافوا والله أي حد من المرة عندها رقم وطني يعود أي حد من المرة شافوا يوقف عليه وتتعرفين على الطب يقوله المريض واقع له إما معدل حادثة واضح أنه معدل حادث في كصور يقول هذا يمشو له طائرة طائرة عبارة عن درون فيها بواتف فارماسيتيك اللي يعبارة عن بواتف فيها السعافات الأولية تجيه في نفس البلاصة هي الشعادة لها لا عندك كوردونة نموة البيانات التي تعطيهم لها تقبضهم هي وتقبضهم هي وتقبضهم في الحرص طاح ولا يطير وحدها ودقيان قاسة نفس البلاصة وتوقف عليها فيها البطة هذه ولا يتطرصها لكتوب ما يباقي لها تطرص لك البطة ترجع هي ترجع هي باتريتا ما تسمح لطير أكثر من 30 دقيقة لأقبضنا واحدة ثمتي تعود تقبض مسافة تمشيها وتوصل لها تطرح 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 لك البطة التي فيها السعافات الأولية وترجع لبلاستها هنا نعود المريض استعافناها في وقت المناسب تعود لأمبيرانس اللي جات لجي تلحقه بعد يجع عنده وسعار ويجع لكوة لعد حد فيها نصطيع اللبوات كنت معدل فيها ندفة بلاتر دفة بلاتر ويبارة عن الماس الكهربائي اللي يمضي على القرص وفيها نصطيع اللبوات وفيها 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 قدر من الزوتر يجعون المريض كل المريض بحسب حالته نجي وعادوا بسحافات الأولية توقف عليها توقف عليها الامبيرانس وتقبل فيها وفيها قلت له مشكلة الطائرة طريقا يعدني هذا هذا كامل بسيطة المريض نشريها لا يوجد مشكلة طائرة طريقة نشريتها ونشريتها لا تقبل طريقة التي يوجد هي شكلة في الوزن وفيها المريض هناك حسنا هناك صيحة في الصيف وفيها كبير وفيها حسنا وزن تدفت وقوة موسار قدر ومشرتها جديدة جاهزة لا يمعد للشيء لدينا بواتيك عندها أمكوال أبو دالو من عودة بيان فريسي وهذه طريقة تقدروا بها ومشيت نلوت شرايك فيصل في المجالي أصنع جبارت شركاتنا ميكربا ومشرتها تعلمت عليهم ومشتغل عليها ومشتغل هوايتي كانت عندي من السنة ومشتغلت ومشتغلت معاهم ومشتغلت معاهم ومشتغلت معاهم ومشتغلت معاهم تدريبات حتى في الكلاب اللي فاتحه نرجع له وندرّر فيه الطلاب ما تعلمته؟ باشيه هنا في رأسك علمه باشيه هنا في رأسك باشيه فهمتك أكثر تعرفه عنك وإنسان يتعلم وكانت تعلمت صي ووقفتهم وكننا رفع معلومة جديدة علم يطوّع فهذه يصبح فكرة وإن شاء الله باشيه باشيه الحمد لله الحمد لله الحمد لله تقديل الضيف الكريم حفظه محمد مختار قدرات من هذه النوعية يجب مباشرة استقطابها في برامج خاصة بالجيش الموليتاني تسمح بتطوير هذه التقنية واستخدامها لأعراض عسكرية والمدنية في موليتانيا شكرا جزيلا هذه فكرة أكثر من رائعة نسمى الله لك إن شاء الله توفيق نعم 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 تقديم نعم نعم أن الحمد جمال نعم مع أغضاء والذي يشتاقلون معه عدوا بلاسك كيف تقول تغريباً بلاسك شركة مفتوحة له والدولة عطيته عليها دعم ذيك للعام قد يعد دعم عادية قيرتن بعد الله يساعد ويساعد ملي في المواهب بكل مواهب بنيتهم يتخليهم الله الواحد يتعلم روايا الصبح الذي ينساها اللي في شمعها اليوم يقود عندي كونترار مع الشركة أخرى عندي الشكل اللي نوحل فيها عادوا عندي واجبات فرصين اللي نعطيهم لهذه الشركة يستحق المالية من أهل عدد لين نحاز عند الدومين هذا المجال بليانا مجال الطبي اللي نتم واحل فيها من تناصل يصيانت الجهزة الطبية واحل فيها تركيب الجهزة الطبية من أهل ماتلا عندي من الوقت اللي ياسر اللي نقدر نعطيه المجال الاخر ومع الوقت تنسى وما خارج حد ليتم تذكره يقاري جيانا ونحوز على تركت بلادي ونقرضيهم تركيب الجهزة الطبية من المستحق المالية ونحن ننعطيهم ونحن نعطيهم طريقة ونحن نعطيهم مجال ونحن نعطيهم بلغة ونحن نعطيهم بلغة ونحن نعطيهم بلغة من طريقةanas لنا podemos أعلمهم لتكلمات ب equivalent ونحن نطوحه طبيعي جيح ليس المشاهدين وكان هذا مریف كان عادي لا احدث دم أن ن PDF لا �هار احسن نقنعك بها نقنعك بها ونقنعك بها نقنعك بها ونقنعك بها نقنعك بها ونقنعك بها عاجي نرجع نتعلم الأخرى ونجي العام لأخرى ونحاول نفتح شوي نحاول نكون علاقات المعرفة التي عندها نحاول نعطيها لفلانة ونعطيها لفلانة وتعود بعد عشر سنوات أو أخمس عيمان لو هنو موريتان واخذنا واحدة من المسابقات الدولية في الروبوتيكي ما خالق لي همونك منها ما خالق لي شرف الإنسان عنك دورتك تمثل مجال جديد مجال صناعي مجال ابتكاء إن شاء الله مع الزمن ومع الوقت ومع الوقت وعندنا وعندنا الناس الذين يتذل المجال وعندنا الناس الذين يذكياء وعندنا الناس الذين يقالوا واجع قلعتمنا القرضى ومجبوا الأرضية الصالحة لهم لا عندهم متابعة نقول لهم لا حد ما أجبر الأرضية صالحة يعدل الأرضية ماهنو اهتمان الأرضية لا يتوني شيء لا يجبر عقبات ومع الوقت يتخطاهم شوية شوية لا يجبر العقبات نقول عادي نعدروا على السنتين لماذا؟ نعدروا على ثلاثة المهمة نعدروا صحيح نطلع المكالمات لدينا فيديو فائل صحيح هذا المشروع صنعت اليد صنعت اليد نطلعوها المخرج تطلعي فيديو الموالي عندما يجهز المكالمات نعم موسيقى 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 جديدة ومستخ순ةيا موسيقى يصنع الحديثة كهرة خطاهم الذي بدعملXT وهذه اليد معدلة من نوع مكاوتشو نسميه PLA وهنا نقبله هؤلاء العضاء ترعي في مشتاك الراس الصبع وسطه والفرس التحت ثانية منه وهنا نقبله ونعدل لهذه الـ configuration ونعدل له الـ conception ونجروه في ذلك اللوجيسيال اللي نستخدمه ونستخدمه وهي بعض اللوجيسيال اللي عادة اليوظوم بينهي والإمبريمانت عندما يجهز ينوخذوه عبارة عن طبيعة لكن طبيعة ثلاثة الأبعاد تأخذلك الشكل بثلاثة الأبعاد وهنا بدأت المشروع إلى ما غير تكمل ونقص التمويين نقص حاجة عديده مع الوقت وعادة عاماً عاماً عادة ما معنا تخلقه هذا البروتز للناس الذين يتحركوا مع الدوائج يركب عليهم في ديكابتر فما أي حد يضم يده لا يفتحها فما ديكابتر يتحرك اليوم عبارة عضلات يتحرك عضلات يتحرك في يدك لا يتحرك هؤلاء بين النقطع الأخيرة يوجد كتابتر ويتحرك على كارت الألكتراف يformationر فا mélجم compression ينطف Hungaобic و mis Freya يعطيها أمر تعديل تقريباً العصبة أعطيتني عن العصبة يأتي الأمر لكافتر يأتي الميكرو كونترولير يأتي الميكرو كونترولير يأتي الميكرو كونترولير هذا البروتير مصنوع كما قلت لك من البلاستيك عبارة عن PLA وخفيف ودائماً مشكلة الناس الذين جاءوا البروتير مشكلة ثقلهم مشكلة لعضة الفمة دائماً عدم الحديث ولا عندهم مشكلة لا رواية توفى يابسة لا يكرد بها رواية تقريباً عنها الزينة تقريباً عنها إيتوف طبيعية عندما تجبر رواية تشتقل تأتي عن طريق الأحصار تأتي لديت تحكمي بها رواية تطلصيها تعدل نفس الحركة تعدل بها طبيعية صعيب تعدل نفس الحركة بأيدي ما خارقة شيء ضاهي خلق الخالق سبحانه وتعالى شيء قرأ تقريباً تعدل كنس برصان من خدمة تقريباً تطلصيها ومع الوقت تطور شفتوا إنسان يبدأ برواية عادية وشك عنها زينة يعقب يظهر عاقلك عن خاصة شيء يزيدها مع الوقت تكرذت أن تقريباً تطلصي ومع الوقت تحركوا يا لغي وللغت أخرى تقريباً إذا اعتقبت بها ومن خطف تحتحي بها من هنا مقريباً اليوم لأن نعدلها تشتقل لأن تقريباً تطلص مع الزمن أعامين أدرياً الله أعام نحن نعدل يذكرت مرة قبلها تعود لتعديل دفونكسيون أخرين مع الوقت تطور مع الوقت تطور الضيف الكريم بينا رجعه شوي ما هي أهم الصعوبات التي جبرت في هذه صناعة اليد؟ والله أهم الصعوبات هي المكينة التي تتوخذ لي تتوخذ لي نعدلها عن طريقة الكنسيبسيون تتوخذ لي المتشار التي تتوخذ لي المتشار ثانيا المواد التي تصنع منهم اليد هي عبارة عن مراحل دائما نقول لك عن هندسة بيوطبية دائما متخلطة فيها فيها الميكانيك وفيها الإلكترونيك وأنا استخدم الوجيسيات إن قال له صوليد ووركس عندي قافي سرتيفيكة هنا معدلت الانفورميسيون عدلتها لأنني تعلم طريقة نعدل بيكونسيبسيون هذه هون سرتيفيكة هذه صوليد ووركس عندي فيها نفو أ أماتر إن شاء الله مع الوقت بروفوسيما عقباك دي أكستر إن شاء الله إن شاء الله هذه قبالتها لش لماذا؟ يكان نقض يكان نقض نعرف طريقة نعدل بيكونسيبسيون والحمد لله تعلمت طريقة نعدل بيكونسيبسيون وشبارت قاعدة في شيء يستير جاهزين وشبارت قاعدة للموديفكاسيون وأخطت منهم إليت وشبارت عندي يد جاهزة نفتح هذه اللوجيسيات نحرك ونعرض بيهم شيء كامل أكبر نحزن نوزعها كلهم يجرعوا واحد ونقضر بيهم حسب الإيمفريمانات التي لديك معينة كانت واحدة سغيرة لا تستراني كل مرار كما نقوله خمس سواعي وعندل لي صبا واحد نأخذ هذه الشكل لديهم فيها لديها عبارة عن اليازون بينها والمكينة وتطبع الأعضاء كامية وتطبع الجناع المقاييس التي نظرنا وتطبع أخبر ملنجارة تحكين ويتم تبدأ الجزء كون يحنون تركيش اليه ومع لدي مفصل ، في قبل مفصل ومع لديه كعب حيث تركيش اليه وصعيب لديك الوقت مشكلة الوقت يقول التجد والمثابرات ومع السهر عليها صح؟ لقد أخبرت الأمر سيكون الفرق من الصعوبات التي تعلن في الدرون أو ما تعلن كثيراً أجبرت صناعة اليد لأنها لا تتعدي لها بدقيقة يجب أن تركز على كل خطوة التي تتعدي فيها تركز عليها تعرف أنها لم تتعدي بطريقة ليالله فهمت تبدأ من أنها مزالت رواية فيرشيال رواية تخرصها لم تتخلص رواية التي تخرصها على الورجناسر ترى أن تتحرك طريقة التي تتعدي فيها تحرك فيها تحرك هذه القطعة تتعدي لها قد تتعدي بها يمكنها تعدي بها أن يدقى تحرك هذه القطعة أتكبرك يأسر من الدقة ويأسر تركيز وأخبار السالة أعطينا لديك شيئ جاهز لقد تعلم عدد فرمسيون وتعلم طريقة نصنعها بها ودخلت في معتنا الصحر معهم كالترسين كارجماتين عاديين باتقعة ثلاثة بها عادي لين نتعلم بلو إنسان يعود درواء يتعلمها لو دالوا منها يخسر عليها ذاك كامل يقد بلاش يقدر أجدارها من توجهها الحمد لله تعلمت بيلي عندي حد يعاوني عندي حد ظهري يعاوني يناعاتي لطريقة يقال هذي لا هذي تعلمها لأعلى لأعلى للإنترنت تزحرص الإنترنت رحمه الله اليوم قائد بيجي السبسي كان مع دعمال مقابله وعين ضرور شهرها وإنها أشعر بكبارته بطل صن كونتاكت مشيته تكلمت على قديقات زينيون فلا تريد تتقالي معانا وتلقى عطود الله معانا ومع الوقت ومع الوقت صحيح مع الوقت يتطور الرقاج ضيب الكريم هل ركت يا شهدات مقالك تكلملي عنه وفي مجال التخصص اللي انت فيه لا يا الله خبار نتكلم عن هذا أنا دائما نقول عن الانفرماسيون لعدل مهندس لا بدل أن تعود متعمقها وتعود شامل المياجين كامل بلوى التنوع يصنع القوة مهندس مياجين نقرأ ميكانيك ملايينين مواحد فيه مواد ميكانيك جلل المهندس اليوم كان معكم هل يعدل الطاقة صحيح مهندس صحيح وقالك عنه ما كان يبقيها وكثرة موريتانيين ما ينقوها صحيح تحية هو السنين الحنفي هو كيف تنقوها موريتانية الإنفرماتيك اللي هي المعلومات يقرأها اللا في الجامعة هكذا ندخل سخرة كاملة دول جوار يقررون في الليسي يقررون في الكوليج يقررون الإنفرماتيك تعلموه نحن هنا لا يقررون إن شاء الله على المستقبل إن شاء الله يتعود على حاتف كوليج وعاتف الابتدائية إن شاء الله مهندس نقول لك في كل الصبح اللي جيت يتعود عندك كيف تشتاقل عليها أنت يا لا أنت تخرصيهم الواحد تبارك مع المكينة قال لا يقرر فيها شيء ما هو طبيعي يقول له هذه مشكلة فلانية حسب معلومات التي كاملة تقبل المعش من ورشة التكوينة التي تعطي معلومة عن هذه المكينة أعدلها فهمت وخبار هؤلاء سرتيفكات سرتيفكات مجبرت كاملين اليوم نفس نتعلم نعرف عني نقرأ مجال الطبي ومجال هندس ونعرف عني لدرون بعيد من مجال ونعرف عني الروبو بعيد من مجال يقر لاني نت نلوذ لهم نجبر لهم لقطة تلاقي بيناتهم كاملة بيليان الصبح هاي اليد نت نعدل هنا أبدالي من حد ميكانيك ميكانيك نعرف صوري صوري لوجيسية لغير يعدل نعرف كاتيا لوجيسية لغير نعرف ياسر وقال وانسيس لتعلم طريقة التي تصنع بها التي قدام نحل المشكل قدام نجبر الحلو السرتيفيكات عندي هون نبدأ بسرتيفيكات ومعدل الأول مسابقة وطنية مسابقة لي في المجال الطيران في المدرس الوطني مهندسي هذا في تونس هذا في مدينة المونستير هذه ثاني مسابقة نعرف لها الأيام الوطنية تونسية للطيران عبارة عن الأيام الوطنية للطيران شاركت في المسابقة هذه أجرال لحمد الله مرتز الثالث كانت على فكرة هي الدرون الوحيدة بمجمجوغة مصنوعة محلية معدلة شاس محلية معدلة 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 من الألومنيوم ومخلط معها مثل المساعدة جيروسكوب ومشاريع ومشاريع معدلة جديدة وظهروا بنا حتى وعجبتهم وفي ذلك قصة بدأت تعكيف أن تتعلن تصنع أمانة الشريك أمانة الأيام الوطنية هذه الأيام منظمة من الناس المنظمين جورني نصفنا في المدرسة وطنية من جهل وزراء وزراء الصحة السابقين وزراء الصحة الحاليين والأعضاء الحكومة والطباء دائما جهل من خارج من ألمانيا ومن فرسيا ومن معدد الدول الأوروبية لكي يعرف بالهندسة بيوطبية شاركت بها هذه شاركت بها شاركت بها أخرى خارج عن المجالي تتلاقم عن المجالي وهي عبارة عن منظم يوم وطني للميكانيك تتضج هذا جورني جورني نسينال أعطينا عنها تواجر وضع بين سوسة وقسم المهجية وموات شورغ في تونس ونظمنا هذه المجالة هذه المجالة هذه المجالة هذه المجالة تلتجبها أكبر تلتجبها 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 في الهندسة ونرى بيضاً لديهم أردوهم إذا كان جاني، لدينا روبي جيبيرواية لدينا روبي خاص برأسي 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 ونرى بيضاً، لقد أخذكم بالكوزي وفهمك دي ما شين المفتحة بنتحرك مرتبطة نجاز الارتيفسي دي ما شين يدروا فيهم هذا القدحة الذي يدروا فيهم يصبهم 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 ويصبهم هذا كل شيء من ذكار إصطناعي وكيف يمكننا العقب عليهم نجد إصلاعي نحن نتبعه يارتنا نتمو اللعين وملا تطلبين العالم ولم نقوم بتطبيقين وليس لنطبسوه نحن نبقى في ظلم لأننا نتمو دائماً التابعين العالم ونرى الطريقة التي يكون بها وطريقة يكون بها طلابه هذه شهادة أخرى موليها لنستطيع طريقة الموضوع هالت برايز هالت برايز هالت برايز مسابقة دولة عالمية معادرتها جامع نقالة هالت في بريطانيا شاربت فيها الحمد لله وكانت بشاركة جيدة معدلها عن ريسكلاج الحمد لله معدلها عن ريسكلاج مشاء الله وطلعت فيها مراكز بلوائل مشاء الله الحمد لله الحمد لله هذه السرتيفكات هذه السرتيفكات معطيها عن طريق زيتنهب وينكيباتور وينكيباتور دي بروجي هو الذي عدلت فيه المسابقة الدرون طائرة بدون طيار بالمجال الزراعي ونبحت فيه مركز الثالث وهذه السرتيفكات وهذه السرتيفكات وهذه السرتيفكات وهذه السرتيفة نقال له أنسيس معدلها عن ريسكلاج لا ولا من يزيد المعلومات والذي يعاون بالاختصاص هذه السرتيفة زيت ترهب نسي لينكيباتور أولاً كنت شارك فيه كنت أصلاً متسابق في الناس كامل في نفس العام كونت علاقات في العام الثاني أريد أن نعود فيها مناجر مناجر الليون عدانا مشفال معهم مسهل معهم عدانا هو اليظام بينهم وطل البروجيين عدانا هو الي نظام وسيط بين وسيط بين نظام الندوات اللي عدلوا أنا هو الي نظام المسابقة أنا هو الي نعدل نربط ونوصل مشاكل لأصحاب البروجيين للناس المعانية أنا هو الي عندي لكونتاكت مع الشراي كي يجو لدى سفنسور كي يجو للمشاريع هذا الموضوع زينة ضافي الكريم كل التوفيق هذا تبارك الله شهادات مشرفة تبارك الله عامل مشرفة تبارك الله تبارك الله مثلتنا أحسن التنبيل في تونس ضافي الكريم منظر أي كانك عندك رؤية لتعدل هذا الموريتان أنك تكون هذا الشباب كيف يجعدوا خالق الشباب ويصنطون ويتابعونهم ويختاروا ويعدروا يقال ما مجابر لحد يكونهم الله باط يوجههم على هذا العمل عندما جاءت كانت عندي قدر من البروجيت دائرهم يعني كنت نبقى نبدأ فيهم وعدرت اتصالاتي مع الطلاب أنا ديجان خارج واخذ من البولي تكنيك ما يعني عندي علاقات فيها الحمد لله طلاب كان يقرار معي نصف 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 وعندي طلاب كانوا يقرار معي طلاب ويقرار في المدارسة العريقة ويقرار في المدارسة المقربية ويقرار في المدارسة المقربية في تونس مدارس المهندسة الوطنية دائما نحاول نربط بينهم نعدي العلاقة بينها تبيني معهم كان نجتمعوا أنت اختصاص انفورماتيك انت اختصاص ميكانيك أنا اختصاص هندسة بيوت طبية هذا اختصاص تيليكو ريزو كان نجتمعوا كامل نقول نحن عندنا نبقوا طلابنا هذو تلامي سقار يوم تركيار بشدائي نبقوا نجيبوا لهم ذكرت أنا واحد يصنع أرغول وهو خاص أنا واحد مقد فقرق بضلي الوقت أحمل جماعة ريش ريش صحي تم تعاونوني انت متخصص في الانفورماتيك تمشي شواء يتعدل كورس الانترنت عن البروغراماتيك لا أصنع للفترة حال المشكلة قبرته حال المشكلة ما في الدعم جاهل أحد قالو جاهل في الفترة ضفرة على المجال المعلوماتيك قطعا ما لم يقل ما يقوم بجاهل في مجال يتحدث من هذا وجهة من الآن نتعلم نتعلمها منذ شهر شهرين يتعلم الأسبوعين يقرأ على جفاسكريبت يقرأ على قدر من هذا ويتعلمه ويكون عليها واركة معدلها ربوع معدلها ربوع عبارة عن أهل فيها كارت إلكتونيك يتحكم فيها كارت إلكتونيك تفهم لقطة لا واحد ولا صيبة لقد تحكم فيها لقد تحكم فيها معناها أنها ليست لا أقول أنها صنع ربوع معناها أنها لا تخصص في الانفورماتيك لا، أنا أشاهدت ورأت فيها كود حاولت أن أفهمه كود فيه الأوامر كانت تقريباً ربوع عندي في تردو بصلاة الله ونجده في كوده ونجده المصدر أيضًا نجده لقيمة ونجده ما هي ونجده 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 حجز ونجده يجب أن يعمل هذا كود ونجد أيضاً كامل خارج open source مفتحة خارج sitting على github فيها الكود كامل حتى أن أعرض للمشاركة للمشاركة اليد الصناعي كثيرا نبدأ نعدل كثيرا نبدأ نعدل اليد الصناعي ما هو الكود الذي يشتغل عليه ما هو الكود كامل وعنده على المشاركة يساعدني نحاول نعدل فيها موديفكاسي حسب ذلك نفس الشيء في الروبو نفس الشيء عندك الكود جاهز تحاولي تقرأي تحاولي تفهمي ومشكلة أصعب خارج فهمه معدل معدل خمسينة جنيار أو سسسينة أو مئة رقاش معدلين فبلاسة وعطوه عليه في فترة عام عامين خمس عمان قاعهم ويشتغلوا عليه ويشتغلوا عليه أصعب رواية فيه تقرأي بيركوة تعرف يعني هذي هذي هميزة كذا ويشتغلوا معناه أن كما قلت لكم نقضوا نجتمعنا نحن هذي كامل ونقصوا المدارس ونقوم الطلاب الموريتانيين ترك السقارب ويشتغلوا هذي يبقيها ويشتغلوا ويشتغلوا في الصبح خارج السقارب في سYeدورون ونحن سابقه ونحن أرغبًا ومثلاثين عام ويشتغلوا ويشتغلوا في ميليتار وكانوا خارج مقابل ونقانقوا المرفأ ونحن سابقه بحاجة والثنة ونحن عزق وينموا فيه الموهبة يفتخر مولي بها المجتمع لا يبقى نخلي علام ماذا سنتم عن المجتمع؟ لا لديك الضغوطات الحمد لله الحمد لله الحمد لله نقرأ بعض السئلة وتعليق على موقع تواطر شكرا جزيلا قال لك أبي الشيخنا سلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا كما نطالب بفتح مراكز خاصة لهذا النوع من المجالات وتقويرها شكرا جزيلا إن شاء الله نجبر وتعود يعد لهم المركز منتل يدالي فاطون تحية لكم وتحية خاصة للضيف سؤيد الضيف هل حصل على الدعم منكم؟ أنت من الدولة مدرسة على مجهودة الخاصة؟ مدرسة على مجهودة الخاصة؟ نعم مدرسة على مجهودة الخاصة زين سميرا الوقت ماتنا نياسر سرح الوقت ماتنا نختم أضايب الكريم كلمات تبقى توجه المشاهدين شكرا على الاستضاغة الله يجازكم خير الله يسلمك وأنا جانب من بر لكي نوصل رسالة للشعب الموريتاني والطلاب الموريتانيين والشباب الموريتاني على أن الإنسان لا يمكن أن يكتم دائماً عنده فكره القديم حق أنا إنسان مسلم أولاً نبدأ بنا أحفر القرآن الكريم نعرف جيني ماذا لا يقع الكلام؟ نحاول أن نتعلم نفيد بها نفيد بها بلدي نفيد بها رأسي رواية التي نتعلم تعود رواية أنا من نفسي مقتنعة بها ونعرف عني نقضي الشقة لها لم أكن يحتاج لك يشقني ولم أكن يتوسطني ولم أكن يحتاج لك أجيب لك الشهدات لأطرق حمره أنا من قناعة أنا عني أنا الدولة محتاجة لي ويجيبون محتاجين ولا يقبلهم من عندي ما ينمشي حق الاسبيسياليتان أنا خليزين حتى أقول ما يقول لي ياسر يمشي بالأركة وعندك عندك في الدومان الروبوتيك ياسر وعندك في الانتراجان الارتفيسيال فاهم محتاجين ويسير في الانتراجان وطالبي متنوع مرتاني لكي تزهر يدعوض فيها شعب متنوع يتنوع لا في شباب حتى إنما تقول بالنسبة لكبار تعاونها لما يقول اخلما من خارج مهلا واحد يقضي لا يقول لك يبقي يقرأ مالشي يقرأ تساعد عطيه فرصة الموهبة لا تقتلها مع الشباب الذين عندهم مواهب أنا كنت أقول لك يصنعي يقدي يعد الروبوت يقول لك هلا واحد في اللعب يتعلم عليه مع الزمن لا يتعود له تفتح له بواب أخرى تنمي ذكاء وتنمي مقدرته على حل المشاكل وأنا في مجالي ومجال الهندسي لي وبيوت طبي حق نقرأ ومخرط معه كهواية قدم المجال البيوت طبي نحن نعرف دولتنا نعرف عنا الحمد لله دولة من العالم الثالث لجهزة جونا واعرين حقيقة واعرين والأسعارة الخيالية لغير مشكلتنا في صيانته جهاز جيك اليوم صالح يعطيه شهر شهرين عام لوهما معدون كانت فيه خسارة لكل كانت تابعه الصيانة هما خارقا من خسارة جمعة الوقت مهنة جهاز جيك خاسر لا القسارة سيفاء جدا بالصيانة جدا والتي أثرت عليها وخصطت القسارة يقدر الإقسار التالي ومتقدر إليه جديد هذا يوجد صيانة الجهزة تمتلك أبسط ميذة مثل هذا السكان الذي لديناه في عدة مستشفيات موريتانية هناك رواية عبارة عن شاربون وهو عبارة عن سكي الزقنة تفهمتك؟ 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 خلق شاربون يعوده في زره لكي لا يجعله فرط ما يعوده قوة الانجفاعه لا تجعله ينفرط ويجعله يحتكا يجعله يحتكا كمتين يجعله يفرقه على الوقت يجعله هذا الجهاز لا يعطيه لصيانة ويجعله يفرق مع الوقت وهم عبارة خالي لليه امام الحموم ويفرق مع الوقت مع الوقت لا يفرق لأنه مصدر الجدد تحكي ويجعله التكنيسيان والله دائموا يسمع صاد يقول له هذا وقت لا يوجد فهو سيض افتح كيف حدث? كلها تفهمتك؟ قال لكي تفهمتك؟ كلها تفهمتك جميعا جميعا كتايب المعلومات تفهمتك جميعا كتاته التكنيسيان ما يشتريكي معه على المعادلة معي جاءت جهاز معي 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 معه بكل يانا عامي يشتري معه معه جهاز قدت ما بعد البيع ما يشتريه معه انا حسيت فيه مشكلة قد تصل على حالي وستحصل لحالي حالي مشكلة بسيطة تخصر لي جهاز اكثر ملايين ما يوفر ويقصر عليها ماذا تخصره؟ قيادة قيادة نبدلها بالفوغية أو بالفينوغية صح صح هذا قيمة الصيانة للأجهزة الطبية والحمد لله حسب الأطباب الجامعيين في تونس عدت أول استاج في تونس عدرته في إسفاغس عبارة عن تركيب هذا هو عبارة عن جهاز المقناطيس تركيب وعندما رأيته عدد استاج أفري أول استاجي قد عود أيهاً نجعل الكتب ورؤى ما نجعله وانه لا تكنسيًا يتبارك معدد ما باقي فم حديدة لا يهتم مصور ماهما نزيب ماهما تجعله ماهما تجعله ماهما تتركيبها وماهما تتركيبها معنى أنه إذا كان وصوف لقدامكتاب فهذا يرى إلغة معه يقول له عدد وما شاء الله استفتت من وياس المشي ونسي استاجخنا عادتهم في المراكز الصيانة ومفصول مالي فيهم موريتاني عدوا عندنا عدوا عندنا عدوا عندنا دي سيرجيس دامين تناص بلطة باب الموريتانية بيك اللي خارقات مجهزة خارية خسروا لابدا لهم من قريبهم ومفصول فيهم بلاد قتم تحالي شركة تعطي لك شهر صحيح صحيح خارقين دي سيرجيس دامين تناص مفصول فيهم تم الدولة الانقد تقدل من العدل على المواطن وعلىهم بالكوادر علينا واناهم كوادر طبية عنcartم لا على الكوادر طبية ماشى الله متميزين في موريتان وفي العالم أطبا لا نقول عنهم لم يكن يهتم بالكوادر صحيح وماللحك ما عندهم الصيانة ما عندهم الصيانة ما هو في موريتان، ما هو في تونس ما هو من الأشخاص والمشاكل هناك وحتى في الجزائر حتى في المقرب يقب إخلصوا منها مع الوقت تخلصي منها لا تختمي تقولي عن مشكلة نوقف عندها دائما نقول عقبة توصل لها تخطناها لا تقولي عندي عقبة نوقف عن حين حدا أخر يخطنيها لا تحاول انتها ابني مطالية عدلها اذا تتحوز اجي معك مده تعاونك لا تقولي دائما عقبة لا تنقل نوقف عندها هذه المسألة الوحيدة النافقية كان طرح يبال عن العقبة لها تتخليه تجي قدامه وتم يرسله إلى فوق يعرف عنه تعلم يعرف عنه لا يفيد بلده والتي تعلم يقولون لأبناء بلده يعلمونه تعمل فايدة يعمل خير ووطنه يعود منه شبه الوطن صحيح الوطن غالي ولا ينجح الاب والده إن شاء الله مريم أحمد داد القاضي قالت إلي علمان شوف الحلقة سولي لي معروف إن كان الدولة عالمة بي لكن هي عالمة قال إن شاء الله مستقبل إن شاء الله خير قال لي كانوا قط حاولوا يتواصلوا معك هم والدولة لا ما قط حاولوا أغيرانا ما نستعلم أوسان كي من يتواصل معه إن شاء الله يا رشا قالتك شله الطموح معروف في المستقبل وشي قد يقدم الوطن طموحي أنا في المستقبل دايما نقول أنا نبقي شي تعلمت نعلم كان من أفكار اللي عندي إن شاء الله إن شاء الله نكونوا من عدل ورشات تكوين الطلاب تلميه إصدقاء دخلوا لهم فكرة المعلوماتية ومن المعلوماتية جاءوا معها فكرة روبوتيك يعودوا مواكبين العالم يعودوا نحن الريتار متأخر حتى هاو الدرون لنعدل براكول الدرون الأخرين من بينهم ياسر المساثن يقال بأعتمدان خطوة تساعد بها نعلموهم طريقة العدل بها روبو مزار السقار مع الوقت يعودوا مواكبين مع العالم الاخر ما نعود دايما نريتار عليهم هناك شيء في روبوتيك وفي الدرون إن شاء الله مع الوقت دعونا نسوف طريقة العدل بها صيانة للجهزة الطبية إن شاء الله يعود معنا الجهاز إن شاء الله ما عنده صيانة ولاترينغان الصبح كان يراه وخاسر فيها شهر ما ومو صالح والله لاكرا أخسرت في حديثة عن راجيو خسر في حديثة رانا قلعنا تيوباريون ويكس وزرقناه ولا أودان يجيبوا راجيو أخر لا على الوقت إن شاء الله ينقلوا في المشاكل التي يصيرون والتي يخلقونها في المستشفيات بعودوا عند المستشفيات إن شاء الله على المستوى الدولي تابعين للنظم العالمية بكلية وما خارج المستشفيات ما عنده نظم دينار يشعر أن المواطن يتمتع ويحس أنهم فطنه ويحس أنهم عنده مدى مدى معتنى به ومهتم به ونخفوا ومن ضاقت شوية للطباء الطباء ليس مضاقت بهم ومن يلوا حد رأيك تبدوها ولي يعود الله يكتعدل يأتيك فحص تعدليه جير فحص كبير شيء ما لي مواضح والله ماذا تضاح لو نرى هدو تسكنر عودة دوزباريت مريسكنر معا هنفرط شاسع شكرا جزيلا لحجوبا متحطاب السلام عليكم حبيباتي لقد عودتمونا على التنوع في برنامج مصباح الوطنية ونرحبو بضيفكم الكريم وبالتوفيق لكم حبيباتي ولي الضيف شكرا جزيلا لحجوبا متحطاب الوقت فترم نياس وشاكنا انت الضيف الكريم على قبول الدعوة على مشاوطك الله هذا التوضيحات وتجبر انت ذاتك في بلدك ويستفاد وملي منك الشباب شكرا جزيلا إذا المشاهدين كرام ومشاهدي قناة الوطنية وقام على الوقت ما نشكر في ضيف هذه الحلقة هو الشاب معروف واللزقا متخصص في الهندس البيوت طبية ورئيس نادي الروبوتيك وصانع طائرة بدون طيار في مجال الزراعة أهلا بك مرحبك وسهلا ومعين بالتقديم من كل عداصة في سماني شكرا ونشكر المخرج الرائع عمر جوب على هذا الإخراج الرائع وهذه تحياتي سميرة السمينة وما إله إلى يوم الأحد إن شاء الله هو موضوع جديد